الحديث أكثر إذن عن بدي سراني قانون قيصر المتعلق بالعقوبات الأمريكية على نظام الأسد وأعلن أول لائحة عقوبات على بعض قيادات النظام معنا عبر سكاب من أسطنبول عضو الاتلاف السوري المعارض سيد أحمد رمضان مرحبا بكم سيدي إذن دخل بالفعل قانون قيصر حيث التنفيذ بلائحة عقوبات جهازتها الإدارة الأمريكية ما الأثر الذي سيترك هذا القانون في النظام السوري؟ مساء الخير لابد من الإشارة بداية إلى أن هذا القانون جاء بعد أن أغلقت النافذة الأساسية لفرض العقوبات على النظام وهي نافذة مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي والصيني والذي حالت دون التمكن من معاقبة النظام نظرا لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والنقطة الثانية التي لابد أيضا من الإشارة إليها إلى أن القانون لا يطال الجوانب الإنسانية والإغاثية وأنه لا يمنع النظام من شراء أو حيازة هذه المواد على الإطلاق وإنما يستهدف فعليا تقويض قدرة النظام على إمداد آلة الحرب التي يستخدمها في العدوان ضد السوريين بكل مقاومات الاستمرار وأيضا معاقبة حلفاء النظام وتحديدا الإيرانيين والروس عن أن يستطيعوا إمداده باستمرار بما يساعده على ارتكاب الجرائم داخل سوريا لذلك نعتقد أن تأثير هذا القانون في هذا التوقيت سيكون تأثيرا كبيرا ليس فقط لأنه يستهدف النظام بإنما يستهدف الدائرة الموسعة التي تساعد هذا النظام وخاصة حلفاء الذين هم أساسا في أزمة سواء روسيا التي تعاني من انخفاض أسعار النفط أو إيران التي لديها مشاكل كبيرة اقتصادية أيضا وهي غير قادر على إمداد النظام وبدأنا نشاهد آثار هذا القانون حتى قبل أن يطبق بالنظر إلى أن العديد من الأطراف التي حاولت أن تمددها أو تستفيد من أجواء ما تعتقد أنهما بعد الحرب أعتقد أنها بدأت تراجع وبدأت تنسحب من الساحة السورية يعني إلى أي مدى إذن سيحد هذا القانون والعقوبات التي جاءت به من فعالية آلية القتل التي يستخدمها هذا النظام ضد شعبه على الأرض قريبا إذا استخدم أو طبق هذا القانون بفاعلية وكانت الإدارة جادة حقيقة في استمرار تطبيقي أعتقد أن التأثير سيكون كبيرا للغاية لأنه استأدف المؤسسات الأساسية التي تمكن النظام من توفير الدعم للقطاع العسكري والجيش والميليشيا التي يستخدمها داخل سوريا وبالتالي يجب أن نتوقع أن التأثير سيكون كبيرا قدرة حلفاء النظام على مساعدته ستكون صعبة النظام أساسا هو في حالة إفلاس ولديه مشاكل عديدة وهو غير قادر على الوفاء بأبسط الالتزامات الداخلية وبالتالي نتوقع أن يكون التأثير متعظما وأن تضعف بالتالي قدرة النظام على مواصلة العمليات العسكرية ويصبح أمام خيار إما أن يذهب إلى العملية السياسية أو أنه يواجه وصيره المحتوم هذا القانون جاء بعقوبات اقتصادية كما هو واضح ولكن المبهم هكذا يبدو مبهما هو علاقة قرار رقم 2254 الخاص بالحل السياسي ما علاقته بالعقوبات الاقتصادية المفروضة؟ القانون تضمن مخرجا وهو أنه في حال قيام النظام بتطبيق ما ورد في هذا القانون بمعنى أنه أفرج عن المعتقلين عاد إلى العملية السياسية ومشابها وقبل بالانتقال السياسي وسمح بالعودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين يمكن للجانب الأمريكي أن يعيد النظر بهذه العقوبات وهذه مطالب حقيقة إنسانية ومطالب موجودة داخل قرار 2254 وهذا يدل على أن النظام يستخدم أدوات البطش وأن المطالب المقابلة هي مطالب إنسانية وهو يرفضها وحتى حلفاء أيضا يرفضون هذه المطالب وبالتالي الحديث عن حصار أو الحديث عن عقوبات لتستهدف الشعب أعتقد أنه ليس صحيحا في واقع الحال هذه عقوبات مبرمجة للطبقة الموجودة الطبقة النفعية الطبقة المجرمة التي تنهب السوريين والتي تحاول أن تستخدم دائما مقدرات سوريا لإحكام قبضتها وللقيام بأكبر عملية بطش بحق الشعب السوري طيب سيد أحمد هناك بعض المراقبين من يرى أن هذا القانون يعني قصد به روسيا وإيران الأولى لحرمانها من غاز سوريا من المتوسط والثانية من نفوذها الإيراني الممتد في سوريا والتي تعد حديقة خلفية للهروب من عقوبات أمريكا ولكن أين بهذه الفرضية أين سوريون من هذا القانون الذي أهللت له المعارضة يعني لا شك أن المعارضة واجه تحالفا من قبل النظام مع روسيا وإيران هؤلاء طرف واحد هم يغطون من الناحية الفعلية جرائم النظام روسيا تتخذ الفيتو في مجلس الأمن من أجل حماية النظام وتمكينه من الإفلات من العقاب إيران لم توفر أي جهد بما في ذلك مدخرات الإيرانية من أجل أن تضخ لتمكين النظام من مواصلة عمليات القتل لذلك نحن نعتبرهم طرفا واحدا في كل ما يجري في سوريا من جرائم حرب ومن الطبيعي أن القانون يستهدفهم بشكل أو آخر ويضعف أيضا قدراتهم في الاستمرار في عملية السطو على مقدرات سوريا كما تلاحظون أن روسيا بدأت تتمدد على الأرض بدأت تسيطر على الساحل السوري وموانئه بدأت تدخل إلى العمق السوري وتحاول أن تسيطر على أراضي وممتلكات لمدة 49 سنة قابلة للتمديد أن نتحدث حتى عام 2110 إيران أيضا الآن بزعم أنها قدمت دعم للنظام وهو دعم لقتل الشعب السوري تريد أيضا امتيازات اقتصادية تريد أن تحصل على أملاك وعطارات في الداخل السوري وتغير من هوية المجتمع السوري إذن نحن نتحدث عن تحالف الشرير حقيقة نعتقد أنه كان من المفروض أن لمجلس الأمن أن يقوم بهذا الأمر لكن نظرا لانغلاق هذا الطريق كان الطريق البديل هو أن نعمل خارج إطار مجلس الأمن ولا بد من معاقبة النظام ومعاقبة من يرتكبون هذه الجرائم أبرى سكاهب من إسطنبول عضو التلاف السوري المعارض سيد أحمد رمضان شكرا جزيلا لك